السلام عليكم سعيدة برقياكم من جديد كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسني الاحوال الفيديو اليوم سنحضر معكم كاب كيك رائي جدا كي يجي خفيف قطني والاهم من ذلك انه اقتصادي بدون لا بيت ولا حليب خليكم معي اخواتي باش تعرفوا عن المقادير وكذلك طريقة التحضير فرجة ممتعة بالنسبة المكونات عندي كأس من الماء طبع الماء عادي من روبيني كذلك سنضيف كأس من السكر حبيبات كذلك عندي كأس الا ربع من الزيت سنخلط هذه المكونات انا في الخلاط الكهربائي ممكن تخلطه غرب الخلاط اليدوي وتخلطه مزيان كذلك سنسم هذا المادلين بجوج اكياس من السكر فانيليا سنضيف ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية سنخلط هذه المكونات مزيان كذلك سنضيف رشالية المحلة تصحيح الدوق ثم نخلط الكل مزيان طريقة سهلة وسريعة هنا كذلك سنضيف ياغورت بالنكهة ديال الفاني هذا المادلين ما فيش كترة المكونات سوف نمزج دك الياغورت مع باقي المكونات تهو نخلطه مزيان هنا صافي بعد ما خلط الكل مزيان ثم نضيف الكأس الاول من الدقيق طبعا نغرب له ضروري تغرب له الدقيق باش نحصله على واحد الكاب كيك اللي يجيناه مهوي وخفيف ثم غادي نزيد نضيف الكأس الثاني العبار بالكاس ديال العنباء كل كاس بالنسبة للدقيق كيوزن 100 غرام المجموع ديال الدقيق اللي ضفت انا ثلاثة ديال الكووس لان هاد الخالط كيكون انتقيل على الخالط ديال الكيك هنا غدي نضيف الكاس الثالث كذلك غدي نضيف جوش اكياس من خاميرات الحلويات للوزن 14 غرام لان كل كيس في 7 غرامات صافي نخلط الكل مزيان ثم غدي تلاحظوا معي القوام اللي تحصلوا عليه يعني كيكون نوعا ما تقيل على الخالط ديال الكيك ساعد اول قوام اللي خصنا انت حصلوا عليه في الاخير غدي نضيف ملعقة كبيرة ميناء للخل هي اللي كتعطي واحد الخفاء لهذا الكابكيك او اللي مادلين بالنسبة لهذا المادلين اللي درتو الحجم صغير غدي تعطيكم تقريبا يعني شي اعشرين حبة انا هي كما غدي تلاحظوا معايا غدي نوضح القوالب اللي كبيرة وهدي نتحصل على 14 حبة هدا هو القوام الصحيح اللي خصكم تحصلوا عليه باش تحصل على واحد المادلين اللي ناجح ويجي طالع وخفيف في نفس الوقت كما كتلاحظوا القواليب اللي غدي نستعمل عنها يعني الحجم الكبير اللي قدرتو القواليب صغار غدي تحصل على واحد الكمية اللي كتيرة ديال لي مادلين انا يخرجوا لي 14 الحبة فضل الحضار اني مسخنا الفرن على 180 درجة طريقة اخواتي اللي سهلة مكونات اللي بسيطة كما تابعتم معي في الفيديو بالنسبة التزين ممكن تزينوهم دير فوق منهم اللي زئي فيلي او كاو 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 كاسي او تخليهم حتى يطيبوت دهنهم برمو ربا وترشو عليهم الكوك لكم الاختيار انا يعني عمرت هاد ناشي الحبة ولها بقي لي واحد الكمية ديال الخالط صافي هنا قدي ندخلهم الفرن بالنسبة للطريقة ديال الطيب وضعت اللاطة ديالي في الواسط وشعلت النار من الاسفل والاعلى النار طبعا اعلى 180 درجة وكان هدا هو الشكل النهائي ديالهم بالنسبة للفرن الكهربائي اللي كي يشعل رمجيها وحدا ممكن توضعوه شعلوا النار من الاسفل طال تلاحظو انه لما ظلين دلكم تطلعو وبدو كي يحمرو من الجواني ثم ما تشعلو عليهم النار من الاعلى حتى يحمرو يخذو هاد اللون هادا وكيما كتلاحظو هادا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابو كي يجيو طالعين خفاف شي حاجة اللي رائع جدا انا هاد اللحظة هاديرها باقين يعني سخونين ما كلي تمش بردو وكيما كتلاحظو كي يجيو خفاف قطنيين طالعين كيما كتلاحظو كي يجيو مقبين كانت من اخواتي تجربو هاد اللي ما ظلين بهالطريقة هادي انا اكيدا غدي ينالوا الاعجاب ديالكم لانهم ساهلين اقتصاديين والاهم من ذلك انهم ناجحين كانت منه فعلا الى جربتهم تخليوا للاراء والتعاليق ديالكم كانت منه اخواتي لعجبكم هاد الفيديو توصلوا الاكبر عدد منه اللايكات وكذلك البرتاج كي يجعلون الفائدة ولأول مرة كي يشاهد القناة ديالي كانت منه انه يشترك في القناة يلا عجبون محتوى اكيد وكيما كنت تلاحظوا هادا هو الشكني هاي ديال كابكيك فعلا كي يجي رائع جدا انا راح خرجوا لي 14 الحبة كما كتلاحظو كي يجيو خفاف قطنيين وهم بقيين سخونين ما خليتهم شبردو لا فيديو ديال اليوم عفوا انتهى شكرا على تتبعكم والى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفة جديدة دمتم في رعيت الله والسلام عليكم